سلام القدس عليكم جميعا جميل ما نسمعه في هذا المنتدى ومحفز للعمل الإضافي أعتقد للجميع ومنهم طبعا أعني أنا ورد في بعض التعليق أو المداخلة للبعض نأذكر الاسم الآن بالضبط بس كان هناك الكلام عن هل أمريكا ستحارب نحن نروح لحماية الكيان وهنا يطرح السؤال أو أطرح السؤال على نفسي بسبب أنه الحركة الصعيونية بالنسبة لما هو الحد السري بين أمريكا والكيان الحركة الصعيونية بنشأتها بدأت وعرضت نفسها كأداء للحلف الإنجلسكسوني الذي كان يمارس الاستعمار من مئات السنين ومسيطر وكانت هذه الأداء في يد الإنجليز عندما انتصروا في حربهم ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى تشكلت الخطوات بوعد بالفور وقبلها طبعا ساكس بيقوة وبالتالي البلاء المشروع الذي كانت تحمله هذه الدول المنتصرة والمستعمرة فاعتقد أن الصعيونية تحولت من أداء في بادي الأمر عرضت حلها كأداء للمجمع الإنجلسكسوني خلنا نسمي ومن ثم تطورت لأصبحت جزء متأصل في هذا النسيج وهذا القرار وهذا العمل في قيادتها المالية والفكرية ومن ثم أعتقد أنها أصبحت هي الرئيس الكبير الذي يقود هذه الدول وتواجه إدارات هذه الدول لما هو في مصلحتها وفي حضنها والاستعمالها فهذه القوة لكي نرى أن هذه الدول لم تكن وطنية بقدر ما في تطوير نفسها أوروبا كلها اعتمدت على المظلة الأمريكية والحماية الأمنية الأمريكية على أيام التعاد السوفيتي ولم تستطع أن تطور هذا السلوك في الحماية وهذا عجز وطني وهذا يدل أن الصعيونية ما كانت أو القيادات ما كانت ترى في ذلك تقدبا فعلينا وأمريكا الآن نميز يعني أن الموضوع ما كان يبحث عن تطوير أنفسهم من قدر ما هم ارتاحوا في القرار وارتاحوا في الحياة طريقة المال التي كانت قيادتها الصعيونية ومحركها الأساس الصعيوني ومالكي المفاتيح في هذا المجال الذي حولوا كل الاقتصاد من صناعي وبشري ونفسي ومادي إلى اقتصاد مالي بنكي هذا القرار أدى إلى هذا التحول في هذه البنية إلى غير كله المستعمر ومن هنا نرى هذا الترهل أدى إلى نتائج سلبية على هذه الدول لدرجة أن الصعيونية الآن لا تستطيع لنقول كنتيجة أن تمسك أمريكا من يداها وتجعلها هي الخادمة لها وتجعلها أن تخوض حربها في الحماية نعم الأمريكان يلوحوا بذلك من حكوم الحماية ولكن لا أستطيع القول أو أجزم أنهم سيصلوا إلى مرحلة لمجابهة العالم لحماية هذا المجال وشكرا شكرا أستاذ محمد ترجمة نانسي قنقر